النمر ضد الضبع مواجهة بين قوة لا تقهر ودهاء لا يعرف الرحمة النمر رمز الرشاقة المميتة يتربص بعيونه الحادة حركته سريعة كالبرق وأنيابه تنتظن رحظة المناسبة لتغرس في فريسته لا يتراجع ولا يحطئ هدفه على الجانب الآخر الضبع مخلوق لا يهاب الخطر رحكته القاتمة تسمع قبل أن ترى أنيابه يقتات على الفوضى والجثل ويعرف بوحشيته في مواجهة خصومه لا رحمة في قلبه ولا خوفا في عينيه يسعى للفوز مهما كان الثمن في هذا الصراع لا توجد قوانين النمر والضبع كل منهما يسعى لإثبات أنه الأقوى اللا منافس له من سينتصر في هذه المواجهة الدارية في أعماق الغابات الكثيفة يعيش النمر هذا الكائن الرائع الذي يجسد القوة والجمال في آن واحد يعتبر النمر أكبر عضو في عائلة القطط ويمكن أن يصل وزنه إلى حوالي 300 كيلو جرام النمر يتمتع بقدرات استثنائية تجعل منه صيادا ماهرا هل تعلم أن النمر يمكنه القفز لمسافة تصل إلى 10 أمتار في قفزة واحدة؟ هذه القوة والمرونة تجعله يتفوق على العديد من الحيوانات الأخرى في مملكته من المثير للإعجاب أيضا أن النمر يمتلك خطوطا فريدة على جسده لا يتشابه نمط هذه الخطوط بين نمر وآخر تماما مثل بصمات الأصابع لدى البشر هذه الخطوط تساعده على التمويه بين الأعشاب والشجيرات مما يجعله خفيا عن أعين الفرائس النمر هو أيضا سباح ممتاز يمكنه السباحة عبر الأنهار الكبيرة بمهارة وهذا يمكنه من توسيع نطاق صيده إلى مناطق واسعة ومتنوعة في بعض الأوقات يمكن للنمر أن يسمح لأكثر من 6 كم متواصلة دون توقف تاريخيا كان للنمر دور كبير في الثقافات والأساطير حيث روي عنه في الكثير من القصص والحكايات كشخصية قوية وملهمة في الهند على سبيل المثال يعتبر النمر رمزا للقوة والشجاعة ويوجد في العديد من الأديان والأساطير الهندية ولكن للأسف يواجه النمر اليوم خطر الانقراض بسبب فقدان موطنه والصيد الجائر تقدر أعداد النمور في البرية بأقل من 4000 نمر وهذا الرقم يتناقص بسرعة إليك بعض المعلومات المدهشة التي قد لا يعرفها الكثيرون النمر يمتلك قوة عضلية خارقة إن النمر لديه عضلات فكية قوية للغاية تمكنه من كسر عظام فرائسه بسهولة قوة عضلاته الفكية تعادل تقريبا قوة فك الأسد نازل صوته المرعب يمكن لصوت زائر النمر أن يسمع من مسافة تصل إلى 3 كم يستخدم الزائر للتواصل مع النمور الأخرى ولإعلان سيطرته على منطقته الرؤية الليلية الفائقة يمتلك النمر رؤية ليلية أفضل بستة مرات من الإنسان بالطبع إليك عشرين جملة عن الضبع 1- الضبع حيوان لحم يعيش في السهول والسافانة في إفريقيا وبعض مناطق آسيا 2- يعتبر الضبع المرقط من أشهر أنواع الضباع 3- الضباع تمتاز بفك قوي يمكنه تكسير العظام 4- تعيش الضباع في مجموعات تسمى بالعشائر 5- الإناث في مجتمع الضباع عادة ما تكون المسيطرة 6- الضباع تتواصل مع بعضها عبر أصوات متعددة منها الضحكات الشهيرة 7- يبلغ متوسط عمر الضبع في البرية حوالي 12 سنة 8- الضباع ماهرة في الصيد ولكنها أيضا تتغذى على الجيف 9- تساهم الضباع في نظافة البيئة من خلال تنظيف الجثث 10- تستطيع الضباع الرقض بسرعة تصل إلى 60 كم في الساعة 11- يزن الضباع البالغ ما بين 40 و90 كيلو جراما 12- الضباع لديها حاسة شم قوية تمكنها من العثور على الفرائس والجثث من مسافات بعيدة 13- تعيش الضباع في جحور تحت الأرض تسمى بالبيوت 14- تعتبر الضباع كائنات اجتماعية وتشارك في تربية الصغار 15- تقوم الضباع بتحديد أراضيها باستخدام إفرازات من غدد خاصة 16- تلد الأنثى عادة ما بين ثمين إلى أربعة جراء في كل ولادة 17- فترة الحمل عند الضبع تستمر حوالي 110 أيام 18- الضباع تتمتع بجهاز مناعي قوي يمكنها من مقاومة العديد من الأمراض 19- الضباع قادرة على تناول جميع أجزاء الفريسة بما في ذلك العظام والجلد 20- بالرغم من سمعتها السلبية تلعب الضباع دورا مهما في النظام البيئي كمنظفات للطبيعة 20- الضباع المرقط الضبع المرقط هو حيوان كبير الحجم يتراوح طوله بين متر ونصف إلى مترين ويبلغ طول ذيله حوالي 30 سنتيمترا وزنه يتراوح بين 40 إلى 70 كيلو جراما حيث تكون الذكور عموما أكبر من الإناث يتميز بجسم قوي ومبني بطريقة تساعده على التحمل والقدرة على الصيد رغم حجمه الكبير يتمتع الضبع المرقط بقدرة على الحركة بسرعة والرقد لمسافات قصيرة مما يعزز قدرته على البحث عن الطعام والدفاع الذكور عادة ما يتراوح وزن النمور الذكور بين 180 و300 كيلو جرام ومع ذلك يمكن أن يصل وزن بعض الذكور الكبيرة إلى حوالي 320 كيلو جراما الإناث تكون الإناث أصغر حجما من الذكور حيث يتراوح وزنها بين 100 و160 كيلو جراما الطول الجسم يتراوح طول جسم النمور البنجلي من الرأس إلى قاعدة الذيل بين 8 و37 و33 أمتار حيث يكون الذكور أطول من الإناث الذيل يبلغ طول الذيل ما بين صرف ثم 85 إلى 1 كابين وحب أحث المتر مما يساعد في الحفاظ على التوازن أثناء الحركة يقد نمور البنجلي تصل إلى حوالي ألف رطل وهي قوة كافية لتمزيق اللحم وكسر العظام بسهولة قوة العظة هذه تساعد النمور البنجلي في التعامل مع فرائس كبيرة ومتنوعة مثل الغزلان والخنازير البرية وحتى الجاموس البري الأسنان والبنية أسنان النمور البنجلي طويلة وحدة مع أنياب يصل طولها إلى ما يقارب 7 سنتيمترات هذه الأنياب القوية تساعده في توجيه عظة مميتة إلى فرائسه بنية الفك لدى النمور البنجلي قوية ومتينة مما يعزز من قدرته على العظ بقوة عالية تقنية الصيد الضبع المرقط سبوتيد هايينة يتمتع بقوة عض هائلة تعتبر من بين الأقوى في مملكة الحيوان تصل قوة عضته إلى حوالي 1100 رطل لكل بوصة مربعة مما يمكنه من سحق العظام الكبيرة بسهولة للوصول إلى النخاع العظمي الغني بالعناصر الغذائية هذه القدرة تجعل الضبع المرقط قادرا على استهلاك الأجزاء الأكثر صلابة من الفرائس التي غالبا ما تكون غير قابلة للوصول للحيوانات الأخرى الفكوك الكبيرة والعضلات القوية في منطقة الفك والأسنان الحادة تعزز من هذه القوة الضبع المرقط يستخدم هذه القدرة ليس فقط للحصول على الغذاء من فرائسه ولكن أيضا للاستفادة من الجيف والعظام التي يجدها في بيئته تتمتع الضباع المرقطة بقدرة استثنائية على هضم الكالسيوم الموجود في العظام بفضل جهازها الهضمي القوي والمعدل العالي لإنتاج حمض المعدة مما يساعدها في تحطيم وهضم العظام الصلبة قوة العضة الهائلة تجعل الضبع المرقط من بين أكثر الحيوانات المفترسة كفاءة في البرية النمر البنغالي يستخدم تقنيات صيد متقدمة مثل التسلل والتخفي للاقتراب من فريسته هذا يتطلب مستوى عال من الذكاء والتفكير الاستراتيجي التكيف مع البيئة يظهر النمر البنغالي قدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من البيئات من الغابات الكثيفة إلى الأراضي المفتوحة مما يتطلب معرفة واسعة بموطنه التواصل يستخدم النمر البنغالي مجموعة متنوعة من الأصوات للتواصل مثل الزئير، الهمس، والخرخرة والتي تستخدم للتواصل مع أفراد آخرين من نوعه الاستجابة للتهديدات يظهر النمر البنغالي سلوكا ذكيا عند مواجهة التهديدات حيث يمكنه استخدام استراتيجيات دفاعية معقدة لحماية نفسه من الحيوانات المفترسة الأخرى أو البشر الذاكرة والتعلم يستخدم النمر البنغالي ذاكرته للتذكر أماكن تواجد مصادر الغذاء والموارد مما يساعده في البحث عن الطعام بفعالية بناء البرية، وقد أظهرت دراسات عديدة تفوقها في مجموعة من السلوكيات التي تتطلب ذكاء عالية واحدة من أبرز مظاهر ذكائها هي القدرة على العمل الجماعي والتنسيق بين أفراد المجموعة مما يمكنها من صيد فرائس أكبر منها بكثير هذا التعاون يعتمد على نظام اتصالات معقد يستخدم أصوات متنوعة تشمل الضحك الشهير للضباع الذي يمكنها من تنبيه بعضها البعض إلى مصادر الطعام أو التهديدات المحتملة كما تتميز الضباع بذاكرة قوية حيث تستطيع تذكر المواقع التي خبأت فيها الطعام لفترات طويلة ما يساعدها على البقاء في البيئات القاسية في تجارب المختبر أثبتت الضباع قدرتها على حل الألغاز واستخدام الأدوات للحصول على الطعام مما يشير إلى مستوى متقدم من التفكير وحل المشكلات فضلا عن ذلك تستطيع الضباع التمييز بين الأفراد المختلفين من مجموعتها والمجموعات الأخرى من خلال الروائح والصوت هذا التمييز الدقيق يعزز من قدرتها على الحفاظ على تماسك المجموعة والتعاون بشكل أكثر فعالية يعتبر هذا المستوى من الإدراك الاجتماعي والتواصل المعقد مؤشرا قويا على ذكاء الضباع الفريد في عالم الحيوان في نهاية المطاف إذا تواجه النمر مع الضبع فمن المؤكد وبدون نقاش أن النمر سيفوز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر